بسم الله الرحمن الرحيم مرحبكم أعزائي طلاق قسم الهندسة المدنية في مقرر ميكانيكا تربة 2 وهو أحد متضلبات قسم الهندسة المدنية في اللقاء الأول من مقررات هذا اللقاء سوف نتكلم عن الإجهادات الناتجة عن الوزن الذاتي للتربة في نهاية هذا اللقاء ينبغي أن تكون عزيزي الطالب قادرا على أن تحسب الضغط الرأسي للتربة تحت تأثير وزنها وأحمال الردميات بشكل صحيح أيضا أن تكون قادرا على أن تحسب الضغط الماء المسامي والضغط الفعال والضغط الكل للتربة بطريقة واضحة وصحيحة أيضا أن تستنتج تأثير الماء على الضغط الرأسي للتربة في حالاته المختلفة سواء كان في حالة استقرار الماء أو في حالة سريانه إلى الأعلى أو إلى الأسفل إذن هناك نوعان من الإجهادات المتولدة في التربة كما هو واضح عمامنا في الصورة نلاحظ أن مقطع تربة سوف ندرسه عند النقطة A كما هو ملاحظ على عمق مقداره H من سطح الأرض من سوب الماء موجود في المنطقة على عمق معين Water Table إذن هناك إجهادان عند النقطة يتولدان نتيجة عوام مختلفة الإجهاد الأول هو الإجهاد الناتج عن الوزن الذاتي للتربة والمتمثل بعمود التربة واللي يسمى Geostatic Stress اللي هو Sigma Vertical العمودي عند النقطة A وهذا النوع من الإجهادات ينقسم إلى ثلاث أكسر اللي هو Total Stress والEffective Stress والBore Water نتمثلها بالإجهاد الكلي والإجهاد الفعال وضغط الماء المسامي وسوف نترك إليهما بالتفصيل في خلال لقعنا الإجهاد الآخر عند النقطة A وهو المتمثل أو الناتج عن الإجهادات الناتجة عن الأحمال الخارجية نتمثل هنا بالمنشع عند وضع المنشع على سطح الأرض فإن المنشآت تنقل الإجهادات إلى التربة هذه الإجهادات تقل مع زيادة العمق إذن Delta B Vertical هي مقدار الإجهادات أو مقدار الزيادة في الإجهادات والناتجة عن الأحمال الخارجية إذن الإجهادات الناتجة عن الوزن الذاتي للتربة يمكن حسابها بالصورة التالية إذا كان عندنا مقطع تربة ونحسب الإجهادات عند نقطة معينة على عمق مقداره Z فإن الإجهاد العمودي عند النقطة A وبمعلومية وحدة الأوزان للتربة أو الكثافة للتربة يمكن حساب الإجهادات عند النقطة بصورة التالية Sigma Vertical Add Z ستساوي لي Gamma في Z إذن Gamma هي وحدة الأوزان والZ هو مقدار البعد من سطح الأرض إلى النقطة المرات حساب الإجهادات العمودي عندنا كيف يكون توزيع الإجهادات مع العمق؟ يكون بصورة التالية إذن Variation of Stress with Death توزيع الإجهادات مع العمق نلاحظ أنه كلما زاد العمق زادت Z والمعادلة هي عبارة عن Gamma في Z الغama بتكون ثابتة إذن المتغير الوحيد هو Z معناها الزيادة بتكون خطية مع زيادة مقدار العمق في حالة كانت الطبقات ذات إجهادات أو ذات وحدة أوزان مختلفة يتم حساب الإجهادات الناتجة عن وزن الذاتي لهذه الطبقات كما يلي فمثلا الطبقة الأولى ارتفاعها H1 الطبقة الثانية ارتفاع H2 طبقة الثالثة H3 عند حساب الإجهادات في نهاية الطبقة الأولى على عمق مقدار Z1 تحسب بالصورة التالية Vertical Stress at Depth Z1 إذن Sigma Vertical Z1 تساوي Gamma 1 الذي هي وحدة الأوزان للطبقة الأولى مضروبا في ارتفاع الطبقة الأولى لو بنحسب الإجهادات عند نهاية الطبقة الثانية تحسب بالصورة التالية إذن Vertical Stress at Depth مقدار Z2 عبارة عن Sigma Z2 تساوي Gamma 1 في H1 وهو وحدة الأوزان للطبقة الأولى في سماكة الطبقة الأولى زائدا Gamma 2 وحدة الأوزان للطبقة الثانية مضروبا في سماكة الطبقة الثانية وهكذا عند كل عمق فمثلا عند العمق مقدار Z3 في نهاية الطبقة الثالثة يتم حساب الإجهادات العمودية عند هذا العمق بيئة المعادلة التالية عبارة عن Gamma 1 الطبقة الأولى في H1 زائد Gamma 2 للطبقة الثانية في H2 زائدا Gamma 3 للطبقة الثالثة في سماكة الطبقة الثالثة كيف يكون توزيع الإجهادات مع العمق؟ يكون بالصورة التالية عبارة عن مثلث بالنسبة للطبقة الأولى ولكن هذا المثلث لا يكون على نفس الاستقامة لأنه تغيرت معنا الغاما بالتالي نهاية المثلث الأول عبارة عن Gamma 1 في H1 ويتم توصيله إلى نهاية النقطة الثانية الذي هي Gamma 1 في H1 زائد Gamma 2 في H2 وبالنسبة للطبقة الثالثة عبارة عن Gamma 1 في H1 زائد Gamma 2 في H2 زائد Gamma 3 في H3 ويتم توصيل النقطة بعمل خطوط بينها إذن في حالة كانت تنالك ردميات فوق طبقة سطح الأرض مثلا إذا كانت هذه طبقة الأرض هنا بيكون سطح الأرض الأصلي تم عمل ردميات على مساحات كبيرة جدا غير معلومة المساحة قد تكون أبعادها كبيرة جدا وبالتالي في هذه الحالة بيتولد إجهاد إضافي عند أي نقطة في الأرض نتيجة مقدار الزيادة في سماكة الطبقات أو في مقدار الإجهاد اللي يسمى سارتشيرج لود الحملة الخارجية يكون توزيع الإجهادات في هذه الحالة بالصورة التالية أنه في بداية سعة العرض يكون هنا إجهاد سميناه Q الـ Q هذا هو عبارة عن الإجهاد الناتج من الردميات اللي تم إضافتها ويكون مقدارها عبارة عن Gamma في H أي بالقامة هي وحدة الأوزان لطبقة الردميات اللي تم إضافتها مضروبا في سماكة الردميات أما في نهاية الطبقة أو عند أي نقطة داخل الطبقة تحسب بالصورة التالية Sigma Z ستساوي Gamma في Z والمتمثلة بالمسافة من سطح الأرض إلى النقطة مضروبا في إحدى الأوزان للطبقة تضاف إليها الـ Q المتمثلة بتأثير الردمية إذن الإجهادات الناتجة عن الوزن الذاتي للتربة المشبعة تحسب بالصورة التالية في الدراسات السابقة كانت عبارة عن تربة دون وجود الماء أما في حالة وجود الماء فإن الإجهادات المتولدة Sigma Total والمتمثلة بالإجهاد الكلين عند أي نقطة يتم مقاومته في حالة هذه التربة إما بضغض الماء والمتمثلة بالـ U هنا أو عن ضريق الاحتكاك الحاصل بين الحبيبات والمتمثل هنا بSigma Dash والذي يسمى الإجهاد الفعال إذن عندما يطبق الحمل على التربة فإن التربة تقاوم هذا الحمل بطريقتين عن ضريق ضغض الماء الموجود داخل مسامات التربة إضافة إلى ضغض الحبيبات الصلبة والذي يسمى بالإجهاد الفعال لكن الماء ونظرا لصعوبة ضغض الماء فإنه يحاول الخروج من مسامات التربة وهذا الخروج يعتمد على معامل النفاذية وعلى نوعية التربة وبالتالي الذي يظل معنا إلى نهاية العمر هو عبارة عن الإجهاد الفعال إذن في هذا الحالة الـ Vertical Stress الإجهاد الكلي هو عبارة عن الإجهاد الناتج مع العمق والمتمثل في الإجهادات الثلاثة التالية Total Stress وليسمى Sigma Tutel أيضا الإجهاد الفعال وهو الإجهاد المقاوم في جهة الاحتكاك الحاصل بين الحبيبات وأيضا ضغض الماء المسام وكلهما يكون توزيعهما عبارة عن غاما في أزد بشكل خط لو درسنا الإجهادات الناتجة عن وزن الذاتي للتربة المشبعة ولكن في حالة وجود ماء والماء مستقر بدون سريان للماء كما نلاحظ في المقضع التالي في عندنا هنا دخول ماء ولكن الصمام في هذه الحالة بيكون مغلق معناها الماء بيكون مستقر لا يوجد سريان الماء لا إلى أسفل ولا إلى الأعلى التربة عندنا بيكون سماكتها عبارة عن H2 وارتفاع الماء فوق النقطة A متمثل ب H1 وفي عندنا بيزومتر بيقرى الماء ضغط الماء عند نقاط مختلفة A, B, C لو نريد حساب الضغوط الكلية والفعالة وبغض الماء المسامي عند هذه النقاط فماذا لو بدنا بالنقطة A عند النقطة A الإجهاد الكلية المتمثل وهو عبارة عن ضغط عمود الماء المتمثل ب H1 في القاما ووتر ضغط الماء المسامي يتم قراءته من البيزومتر كم ارتفاع الماء في البيزومتر عبارة عن H1 في قاما ووتر إذن l-effective stress هو عبارة عن الفارق بين الإجهاد الكلية وضغط الماء المسامي الفارق هنا بيكون 0 معناها الإجهاد عند سطح التربة بيكون الإجهاد الفعال يكون 0 طيب لو درسنا عند النقطة B في نهاية الطبقة التوتل stress هو المتمثل بالارتفاع كاملا H2 زايدا H1 إذن عبارة عن H1 في القاما ووتر زايدا H2 في القاما للتربة التربة بتكون في هذا الحالة مشبعة إذن القاما المستخدمة هي قاما saturation في حالة ضغط الماء المسامي البورواتر بريجر يتم حسابه أيضا من خلال البيزومتر ارتفاع الماء في البيزومتر عبارة عن H2 زايدا H1 إذن ضغط الماء عند النقطة B عبارة عن H1 زايدا H2 مضربا في القاما ووتر الأفكت في السرس كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن الفارق إذن الفارق بين sigma B و UB يكون عبارة عن قاما saturation ناقص قاما ووتر الكل مضروف في H2 لأن H1 في القاما ووتر بيروح مع H1 في القاما ووتر قاما saturation ناقص قاما ووتر كما هو معلوم هو عبارة عن القاما ساب إذن لو نريد حساب الإجهادات عند النقطة C عند النقطة C الإجهاد الناتج عن المقدار الكلي أو الإجهاد الكلي هو عبارة عن H1 في القاما ووتر زايدا قاما saturation في الز وهو المسافة من النقطة A إلى النقطة C بالنسبة لضغط الماء المسامي هو عبارة عن ضغط البيزومتر أو قراءة البيزومتر قراءة البيزومتر عبارة عن Z زايدا H1 مضروبة في القاما ووتر الأفكت في السرس كما ذكرنا هو الفارق وبالتالي بتصبح عند العلاقة Z في القاما هذا كله في حالة عدم سريان الماء الماء مستقر في الطبقة كيف يكون مخطة توزيع الضغط للإجهادات الكلية وضغط الماء المسامي والإجهادات الفعالة كما نلاحظ في الرسمة بيكون توزيع الضغط بالصورة التالية بالنسبة للتوتل استرس عند النقطة A عبارة عن H1 قاما ووتر عند النقطة C H1 قاما ووتر زايدا Z في القاما saturation وهذه كلها حسبت من العلاقات السابقة طيب لو نريد حساب ضغط الماء المسامي بنفس الطريق H1 قاما ووتر H1 زايد Z قاما ووتر H1 زايدا H2 الكل في قاما ووتر لو نريد حساب مخطط الإجهاد الفعال هو الفارق بين المخططين وبالتالي بيكون الصورة التالية هذا كله حسب وخطة توزيع الإجهادات الكلية والضغط الماء المسامي والإجهاد الفعال مع العبق طيب ناخد مثال المطلوب في المقضع التالي حساب الإجهادات الكلية والإجهادات الفعالة وبغط الماء المسامي للمقطع الموضح مع العب موجود هنا ground surface ground level سطح الأرض وهنا طبقة موجود فيها منسوب المياه الجوفية أو منسوب سطح الماء على عمق مقدار أربعة متر من سطح الأرض ومعطى هنا أيضاً الجاما ساتوريشن للطبقة هذه والجاما مويس أو الجاما بلك هذه الطبقة عبارة عن جرافل سند تحتها طبقة من السند الجاما ساتوريشن لأنها مغمورة 19.5 وأيضاً طبقة تحتها سند جرافل قاما ساتوريشن لها 19 كيل ميوتين المتر المقعد فالمطلوب هنا ارسم المخطط لو جينا نحسب هنا النقاطة التي بيحصل فيها تغير هي بداية الطبقة وبداية سطح الماء ونهاية الطبقة وأيضاً نهاية الطبقة الثانية ونهاية الطبقة الثالثة لو نجي نحسب بداية الطبقة الأولى add ground surface ground level في سطح الأرض الإجهاد الكلي صفر إجهاد الفعال zero ضغط الماء المسامي أيضاً zero عند العمق مقداره أربعة متر إذن السيجما فرتكال عبارة عن أربعة في القاما مويست وتساوي 71.2 كيلو باسكال ضغط الماء لازم هنا في سطح الأرض أو في سطح الماء إذن ضغط الماء في هذا الحالة بيكون zero الإجهاد الفعال هو الفارق بين الإجهاد الكلي وبغض الماء المسامي وبالتالي بيظل نفسها الإجهاد الكلي لو نجي نحسبه عند عمق مقداره ستة متر في نهاية الطبقة الأولى أو في بداية الطبقة الثانية سيجما فرتكال عبارة عن أربعة في سبعة عشر فاصل ثمانية زائداً اثنين في القاما ست يوريجن ثمنة عشر بوينت خمسة بيعدين مية وثمانية بوينت ثنين ضغط الماء موجود اللي هو عبارة عن ثنين في القاما ووتر بيعدين ساعة عشر بوينت ستة كيلو باسكال الإجهاد الفعال هو الفارق بينهما لو جي نحسب عند العمق عشرة اللي هو في نهاية الطبقة الثانية يكون سيجما فرتكال عبارة عن أربعة في سبعة عشر فاصل ثمانية زائد اثنين في ثمنة عشر بوينت خمسة زائداً أربعة في تسعة عشر بوينت خمسة كل العمودات ويساوي مية وستة بثمانين بوينت نين كيلو باسكال ضغط الماء عبارة عن ثنين زائد أربعة في القاما ووتر الإجهاد الفعال الفارق بينهما إذن في نهاية الطبقة الأخيرة عند عمق مقداره خمسة عشر مت يكون الإجهاد الكل عبارة عن أربعة في سبعة عشر فاصل ثمانية زائد ثنين في ثمنة عشر بوينت خمسة زائداً أربعة في سعة عشر ونص زائداً خمسة في سعة عشر مئتين واحد ثمانين بوينت نين كيلو باسكال ضغط الماء عبارة عن 2 زايد 4 زايد 5 يعطينا في هذا الحالة 11 في 9.8 107 والإجهاد الفعال أيضا هو الفارق بينهم إذن بعد حساب هذا القيم في كل النقاط اللي هي المتمثلة بالإجهاد الكلي والضغط الماء والإجهاد الفعال يتم رسم العلاقة أو مخطط الضغط فهذا المخطط يبين الإجهادات الكليه وبغط الماء المسامي والإجهاد الفعال يمكن رسمهما على نفس الشيط أو يمكن رسم كل المخطط منفرد فمثلا المتمثل بالنقاط الدائرية يمثل للإجهاد الفعال ومثل بالمثلث الأزرق يمثل البور واتر بريجر ضغط الماء المسامي أيضا التوتال سترس متمثل بالمعين في هذا الحالة وهذه المخططات تبين معدل تغير الضغط معدل تغير الضغط كما هو موجود في المحور الأفوقي سترس أور بريجر بالكيلو باسكال مع العمق كما هو متماكل في المحور الأفوقي إذن في حالة ضغط الماء السلبي والمقصود بضغط الماء السلبي أنه ضغط الماء يكون ممتص نتيجة الخاصية الشعرية ضغط الماء كما هو معلوم تحت منصوب سطح الماء كما هو واضح في الصورة هنا دائما يكون موجب هذا هو موجود سطح الماء إذن الضغط الماء على عمق مقداره H بيكون الـ H موجب وبالتالي الضغط هنا عبارة عن غاما ووتر في الـ H ووتر طيب لو بنحسب ضغط الماء في حالة التربة الجافة تربة بعيدة عن سطح الماء في هذه الحالة بيكون ضغط الماء متماكل بزيرو إن التربة اللي وجدت فيها ماء في حالة عندما تكون التربة مشبعة ولكن التربة هذه واقعة فوق منصوب سطح الماء كما هو ملاحظ في التربة كما هو واضح في الصورة إذن هذه سطح الماء التربة فوق سطح الماء مشبعة بمقدار S قد تكون درية تشبع 100% قد تكون 60% بدرجة معين إذن الارتفاع هنا بيكون سالب سالب H وبالتالي عند حساب ضغط الماء المسامي بيكون عبارة عن غاما ووتر في الـ H ووتر والـ H هنا بتكون قيمة سالبة ارتفاع الماء فوق سطح الماء كما هو ملاحظ هنا ينتج عن الخاصية الشعرية ويعتمد على حجم الحبيبة بمعنى كلما قل قدر الحبيبات أو قدر المسامات الموجودة بينها فإن معدل ارتفاع الماء نتيجة الخاصية الشعرية بيكون كبيرا وهذا يظهر في حالة التربة السلتية أو التربة الرملية النعيم أما في التربة الخشنة سيئة القراثل أو الرمال الخشنة الكبيرة بيكون ارتفاع الخاصية الشعرية بيكون منعد في حالة التربة الـ الأنساتيوريتد معناها درجة التشبع فيها أكبر من الصفر ولكنها أقل من 100 في هذا الحالة بنفس الطريقة بيكون عبارة عن سالب H في القاماوتر في الأس حيث الأس هي عبارة عن درجة التشبع ناخد مثال عليها كما نلاحظ في البرهول عبارة عن جسة هنا حفرة استكشافية في طبقة من التربة إلى عمق مقداره 20.6 متر ومعطينا في الجسة هذه التفاصيل كاملة عن طبقات التربة العمق من صفر إلى 2 نتمثل عبارة عن fine sand معطينا خواصة الوتر كونتينت 5% والأس 40% طيب من 2 إلى 5.4 عبارة عن طبقة أخرى عبارة عن fine sand ولكن عند عمق مقداره 3 متر حصلنا منسوبة المياه الجو فيها وبيقول هنا أنه الطبقة من 3 إلى 2 الجزء هذا متشبع نتيجة الخاصية الشعرية متشبع نتيجة الخاصية الشعرية الوتر كونتينت تحت منسوبة ground water table المنسوبة المياه الجوفية عبارة عن 12% بالنسبة لطبقة fine sand بالنسبة للطبقة من 5.4 إلى 20.6 elevation فإنها عبارة عن طيل الوتر كونتينت لها 28% المطلوب هنا هو رسم مخططات الضغط الناتجة عن الإجهد الكلي والفعال وضغط الماء المساني نلاحظ أنه هنا في فرق بينه وبين المثال السابق المثال السابق معطينا القامة وحدة الأوزان جاهزة بينما هنا معطينا خواص فقط للطبقة وبالتالي نلقى في مثل هذه الحالة إلى حساب وحدة الأوزان لكل طبقة من الطبقات المذكورة فخطوات الحالة تمثل بصورة التالية في البداية يتم حساب وحدة الأوزان بالنسبة لي العمق من 0 إلى 2 0 إلى 2 له خواص معينة الوتر كونتينت 5% والاس 40% إذن نحسب من لأي في الاس تساوي وتر كونتينت في القيس إذن الفويد ريشيو للطبقة هذه عبارة عن 0.34 والقاما مويست إنها رطبة فيها دبيا تشبه 40% وتكون عندي كما محسوب من القانون التالي 20.7 كميوتن للمتر المقابة بنفس الطريقة العمق من 2 إلى 5.4 كل الطبقة هنا مشبعة إذن بنبحث عن قاما ساتيوريشن التالي الاس هنا واحد وتر كونتينت بوينت 12 الإي تحسب بالقانون الذهبي القاما ساتيوريشن عبارة عن 22.4 كميوتن المقابة إذن بنفس الطريقة من عمق 5.4 إلى 20.6 متر يتم حساب وحدة الأوزان بالصورة التالية الاس واحد الواتر كونتينت بوينت 28 والإي من القانون الذهبي والقاما ساتيوريشن بتظهر معنا 19.3 كيلو نيوتن للمتر المقابة إذن بعد حساب وحدة الأوزان كما نلاحظ في الجدول التالي دناء الدبث نصف إلى 2 إلى 3 إلى 5.4 إلى 20.6 سماكة كل طبقة في الصطح صف الطبقة الثانية سماكتها 2 متر وبعدين بسماكة 1 متر بسماكة 2.4 وبسماكة 15.2 متر السقما في ارتكال عند السطح يكون 0 عند عمق مقدار 2 إذن عبارة عن أن القاما موست للطبقة مضروف في اثنين 41.4 كيلو باسكال طيب عند عمق مقداره 3 أصبحت السماكة هنا 1 متر إذن بنضيف الإجهاد الناتج من الطبقة لفوق زائدا القاما ساتيوريشن في واحد للطبقة الجديدة 63.8 طيب عند عمق مقدار 2.5 5.4 السماكة 2.4 إبارة عن الإجهاد السابق زائدا مقدار الزيادة المتولدة لنتيجة سماكة الطبقة 22.4 في 2.4 طلع 117.6 أيضا في نهاية الجسة 117.6 زائدا 19.3 له قاما ساتيوريشن للطبقة الكلي مضروبا في سماكة طبقة الكلي بيطلع 114 كيلو باسكال إذن هذا العمود متمثل هو عبارة عن الإجهاد الكل ضغط الماء المسامي في السطح صفر عند عمق مقداره 1 متر بيتولد عندنا ضغط سكشن الذي هو ضغط سلبي عبارة عن سالب 1 في 9.8 1 متر السالب 1 هي المسافة من سطح الماء إلى الطبقة اللي حصلها تشبع نتيجة الخاصية الشعرية عند سطح الماء بيكون ضغط الماء بصفر وما تحت ضغط الماء بيكون الضغط وهو عبارة عن ضغط موجب 2.4 في 9.8 وأيضا في نهاية طبقة الكلي عبارة عن 23.5 السابقة زائد 15.2 في 9.81 الإجهاد الفعال هو الفارق بين الإجهاد الإجهاد صف على عمق مقدار 2 متر بيبدأ هنا سالب ضغط الماء وأيضا بيكون عندي هنا المتمثل بالمربعات أو المعين المفتوح هو عبارة عن vertical total stress بينما الدوائر المغلقة هي عبارة عن vertical effective stress اللي هو الإجهاد الفعال والدوائر المفتوحة هنا هو عبارة عن ضغط الماء المسال نلاحظ من المخطط أنه عند النقطة 2 متر نلاحظ أنه الإجهاد الفعال في هذه الحالة أكبر منه من الإجهاد الكلي وهذه هي الحال وحيدة اللي يكون فيها الإجهاد الكلي أقل من الإجهاد الفعال وهذه تنتج عن الخاصية الشعر إذن حالات السابقة عندما كان التربة مشبعة ولا وجود لسريان الماء معناها الماء مستقر طيب لو حصل سريان للماء في الطبقة بمعنى الصمام اللي كان مغلق في الحالة السابقة بنحاول نعمله open بحيث نفتح الصمام ونسمح للماء بالدخول إلى الطبقة معناها الماء يدخل إلى الطبقة من أسفل إلى أعلى في حالة سريان الماء في التربة إلى أعلى فإن الإجهاد الفعال والمقصود به هو الإجهاد اللي بينتقل على حبيبات التربة عند أي نقطة في التربة ينقص على الحالة التي يكون فيها الماء مستقرا والسبب في ذلك هو السي بيج هو التسرب الحاصل من طبقات الماء الموجودة في سطح أو في بعضنا الأرض إذن كيف يتم حساب الإجهادات في هذه الحالة نلاحظ بنفس الطريقة السابقة لو تم حساب الإجهاد عند النقاط A و C و B هذه النقاط موجودة في طبقة معينة سماكتها إجشتو إذن لو حسبنا الإجهادات عند النقطة التوتل ستريس عند النقطة A هو عبارة عن ضغط الماء الذي هو H1 في القاما ووتر البورووتر بريجر يتم حساب كما ذكرنا سابقا من البيزومتر بنفس الإرتفاع عبارة عن H1 في القاما ووتر معنى الإجهاد الفعال الذي هو الفارق عبارة عن 0 طيب نحسب عند النقطة B في نهاية الطبقة التوتل ستريس عند النقطة B هو عبارة عن هذا ستريس طيب ضغط الماء بنحسبه أيضا من البيزومتر البيزومتر ارتفاع الماء في البيزومتر نلاحظ أنه فيه اختلاف في الارتفاع في البيزومتر الثلاثة وهذا الاختلاف ناتج عن سريان الماء من أسفل الأعلى إذا ما فيه سريان معناها كما لاحظنا في الحالة السابقة أنه كان ارتفاع الماء داخل البيزومتر في حالة استقرار وفي حالة واحد لكن الآن نتيجة دخول الماء من الأسفل الأعلى فإن ارتفاع الماء في الطبقة في البيزومتر بيكون منه أكبر من النقطة A والنقطة C وهذا هو الذي أدى إلى سريان الماء اللي هو الفارق في الجهد طيب الحساب ضغط الماء عند النقطة B هو عبارة عن ارتفاع من سطح الماء في البيزومتر إلى نهاية النقطة B والمتمثل ب H زائد H1 زائد H2 مضروبا في القاما ووتر طيب الـ هو الفارق الفارق نلاحظ H1 بيروح مع H1 في القاما ووتر يبقى معنا H2 في القاما ستيوريشن نقص H2 في القاما ووتر والمتمثل به H2 في القاما ساب وهذا لاحظنا في الحالة السابقة الجزء المتولد جديد هو عبارة عن H1 H في القاما ووتر حيث هو مقدار الزيادة في الجوهد عند النقطة بي مضروبا في وحدة الأوزان لألمه لو نحسب الآن عند النقطة سي التوتل استريس عند النقطة سي هو عبارة عن هذا الارتفاع إذن عبارة عن H1 في القاما ووتر زائد زيت في القاما ستيوريشن ضغط الماء بنفس الطريقة يتم حسب من البيزومتر ونلاحظ أنه في زيادة عن النقطة A في البيزومتر هذا الزيادة اللي هي متمثلة في الفارق بين سطح الماء في الأرض وسطح الماء في البيزومتر يتم حسابه من المثلث التالي الذي هو يسمى مثلث فاقد الجهد نلاحظ أنه عند النقطة بي ارتفع الماء من سطح الماء الموجود على الأرض بمقدار H وهذا ارتفاع بينما فارق الجهد بين النقطة F على سطح البيزومتر بنفس المستوى معناه الفارق الصفر هنا إذا لو نريد حساب مقدار الزيادة المتولدة عند النقطة C في البيزومتر يتم حسابه من تشابه المثلثات الواضح في الشكل إذن H2 على H يساوي لي Z على X لو تم حسابه هنا بيضلع عندي H على H2 في Z وهذا المتمثل بالميلة الهيدروليكية الذي هو H على H2 إذن ضغط الماء عند النقطة C عبارة عن H1 زايدا Z زايدا H على H2 في Z والمتمثل في مقدار الزيادة الحاصلة في البيزومتر عن النقطة A في القاما ووتر الـ هو عبارة عن الفارق بين الإجهاد الكلي وضغط الماء المسامي لو نريد حساب مخطط أو رسم مخطط توزيع الإجهادات الكلية وضغط الماء المسامي والإجهاد الفعال في حالة سريان الماء إلى الأسفل بتكون بالصورة التالية هذا المتمثل عبارة عن Total Stress والتي تم حسابها مسبقا وأيضا الـ Bore Water Pressure وفي الأخير Effective Stress اللي هو الفارق بين الإجهاد الكلي وضغط الماء المسامي إذن من الملاحظ أن الميل الهيدروليكي هو المسبب للجريان واللي سميناه I ساوي H اللي هو فارق الجهد بين مدخل الماء ومخرجه مكسوما على H2 اللي هو طول سريان الماء في مقطع العين إذن الإجهاد الفعال كما لاحظنا من الحسابات السابقة عبارة عن Z هذا الجزء يمثل الإجهاد المتجه إلى الأسفل والناسج عن وزن الطبقات والآي في الزيت في القاما هو عبارة عن C-Bage Stress اللي هو ضغط التسرب أو ضغط الماء المسامي المتوجه من الأسفل وفي هذا الحالة لو زاد معدل السريان معناه بيزداد مع الميل الهيدروليكي معناها قد نصل إلى حالة نسميها الحالة الحدية عندها يكون الإجهاد الفعال يساوي الصفر وهذا متى بيحصل عندما يكون الإجهاد المتولد من الطبقات يساوي الإجهاد المتولد نتيجة C-Bage Stress أو C-Bage Force إذن في هذا الحالة الحدية بيكون الإجهاد الفعال يساوي صفر معناها الصفر حد ساوي Z في القاما سب ناقصا I كريتيكال لأنه الآن يتكلم عن حالة حرجة في الزيت في القاما ووتر حيث الآية هو الميل الهيدروليكي الحر تحت هذه الظروف فإن التربة فقدت استقرارها لأنه ما فيش حاجة بيجعل التربة مستقرة لأن الشهد الفعال أصبح صفر معناها الاحتكاك الحاصل بين الحبيبات أصبح منعدما وفي هذه الحالة يشار إلى هذه الحالة بحالة الغليان أو حالة الوضع السريع وبالتالي فإن الميل الهيدروليكي في هذه الحالة يمكن حسابه من العلاقة التالية بتبصيد العلاقة السابقة يمكن حساب الـ عبارة عن القاما سبع القاما ووتر ومعروف عندنا أن القاما سبع هو عبارة عن جي اس ناقص واحد على واحد زائدا اي مضروف القاما ووتر ومكسوم على القاما ووتر معناها الميل الهيدروليكي جي اس ناقص واحد على واحد زايدا اي هذا هو الميل الهيدروليكي الحريج لمعظم أنواع التربة فإن الميل الهيدروليكي الحريجي تراوح بين بوينت تسعة إلى واحد بوينت واحد يعني كمتوسط ممكن ناخذه واحد الوضع الحريج دائما غير مسموح به فهو خطر جدا لاستقرار منشآت إنه إذا كانت الإشادات الفعالة تحت المنشآ مش متوفرة معناه ما فيش احتكاك بينه حبيبات إذن ممكن في هذا الحالة المنشآ يحصل له انهيار نتيجة عدم قدرة تحمل التربة لهذه المنشآت ويفضل دائما عند التصميم أن تكون التربة مستقرة بحيث نضمن أن الميل الهيدروليكي الحريج دائما أكبر من الميل الهيدروليكي الموجود في الطبقة ناخد مثال بحيث تتضح الفكرة بشكل أكبر لو كان عندنا كما هو ملاحظ في المثال طبقة من الطين هذه الطبقة مشبعة هذه الطبقة تستند على طبقة ارتوازية من الساند فيها ضغط ماء ولكن نتيجة النفاذية البسيطة الموجودة في طبقة الكلي فإن الضغط البيزومتري الموجود في طبقة الساند بيمنع أو في صعوبة أنه يخرج من طبقة الكلي المطلوب هنا ما هو العمق الذي يمكن أن أحفره في طبقة الطين بحيث أضمن أن الطبقة لا زالت مستقرة ولا يحصل لها أنهار إذن عندي هنا سماكة طبقة الدين عشرين قدم الساند أربعة فيت ومعطيني ضغط الماء البيزومتري الموجود في طبقة الساند اللي هو عبارة عن اطناعشر فيت في القاما ووتر لألب إذا لو جئنا نحسبها الإجهاد الفعال عند النقطة هو عبارة عن ايش عشرين أو اللي جيدة لكل عشرين ناقص اتش في القاما ساتيوريشن اللي هو إحنا حفرنا بمقدار اتش المتبقي هذا الجزء ضغط الماء الموجود في سطح طبقة البيزومتري يعبارة عن اطناعشر في القاما ووتر وهذا يقرأ من المانومتر أو البيزومتر في حالها الحرجة يكون الإجهاد الفعال كما ذكرنا سابقا يساوي زيرو معناها الإجهاد الكلي حيساوي لضغط الماء المسان وبالتالي لو حصل تساوي في هذا الحالة نلاحظ أنه الـ H critical حيساوي لـ 13.76 فت بمعنى أقصى عمق يمكن أن أحفره في الطبقة هذه وتظل فيها الطبقة مستقرة هو 13.76 فت ولو تم زيادة العمق بأكبر من هذا المقدار نلاحظ أنه بيحصل انهيار في الطبقة إذن لو درسنا سريان الماء إلى أسفل بعكس الحالة السابقة في حالة سريان الماء إلى الأسفل فإن الإجهاد الفعال عند أي نقطة في التربة يزداد بعكس الحالة السابقة أنه ينقص عن الماء الذي يكون في حالة استقرار بنفس الطريقة لو تم حساب الإجهاد عند نقطة A وعند نقطة B وعند نقطة C نلاحظ الفارق الوحيد هو أنه الضغط البيزومتري الموجود عند النقاط بيقل مع زيادة العمق وهذا أنه بيحصل سريان إلى أسفل ما دام سريان إلى أسفل معناها الجهد عند النقطة A بيكون أكبر منه عند النقطة B وبنفس الحسابات السابقة نلاحظ فقط اللي يتغير هو الإشارة بعدما كانت الإشارة سالبة أصبحت الإشارة هنا موجبة وهذا بيكون في حالة استقرار بالنسبة للمنشأة ولا توجد أي مخاطر عليه كيف نرسم خطة التوزيع؟ بنفس الطريقة بيكون عندنا العلاقة بين الإجهاد الكلي والعمق بالصورة التالية والعلاقة بين ضغط الماء المسامي والعمق بيكون أيضا بالصورة التالية والإجهاد الفعال هو الفارق بينه إذن كملخص سريع لهذه المحاضرة أن أنواع الإجهادات العمودية في التربة في إجهادات ناتجة عن وزن ذاتي للتربة وفي إجهادات ناتجة عن أحمال خارجية وسوف نتطرق إليها إن شاء الله في محاضرة لاحقة الملخص الثاني أن الإجهاد العمودي الكلي في التربة يقاوم إما عن طريق الحبيبات الصلبة ليسميناها الإجهاد الفعال أو عن طريق الماء اليهود ضغط الماء المسامي أيضا يؤثر الماء على الإجهاد الفعال حسب نوع السريعان فإذا كان الماء مستقرا فتأثيره بيكون منعدم أما في حالة سريعانه إلى الأعلى في يكون تأثيره خطر وشديد على المنشآت أما في حالة سريعانه إلى الأسفل فلا توجد أي مشاكل عندما تكون الطبقة مستقرة مع سريعان الماء إلى أعلى يجب أن يكون الميل الهيدروليكي الحارج أكبر من الميل الهيدروليكي الموجود في الطبقة المرفقات أعزائي الطلاب هو هومورك واحد شكرا لحسن الانتباهات